فالأخونا قضية أخرى يقول من كان له أخت من بضاع فهل أخواتها الأكبر والأخوار منها يكونون إخوة الله وكذلك العقل؟ نعم إذا رضع الشخص من ورعه 15 رضعات المعلومات الحولين صار إذنا لها وصار آخا لجميع أولادها الذين هم أكبر منه والذين هم دونه كل من ولدته هذه المرأة فإنهم إخوة الله من ولدتهم هذه المرأة التي أرضعته يكونون إخوة الله سواء كانوا أكبر منه أو أصار منه أو مساوين له فسواء كانوا من جوج واحد أو من عدة أزواج كلهم إخوة له أما إخوته هو فإنهم لا يكونون أبنى لهذه المرأة ولا علاقة لهم لهذا الرضاع لأن الرضاع لا ينتشر على حواشي الرضيع وإنما ينتشر على الرضيع نفسه وعلى خروعه على الرضيع نفسه وعلى خروعه وهم أولاد وأولاد أولاد وإنسهم شكرا